بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين سهراء رياضية جديدة ملعب انتامي سفرسو حلقة ان شاء الله تعجبكم باذن الله مهاردة كان في عديد من المباريات على المستوى المحلي الزمالك بيفوز على اسوان 103 نقاط مهمة جدا لو في بطولة الدوري العام اما على المستوى الاوروبي فخرج بارليفينكوزن من نصف نهاية الدوري الاوروبي بتعادله على ملعبه مع رومة صفر صفر وكان قد خسر لقاء الزهاب واحد صفر اشبلية واحد واحد مع اوفنتس نفس نتيجة الزهاب وبالتالي في وقت اضافي الان بازل كان متأخر على ملعبه امام فورنتينا اتنين واحد وكان كسبان اتنين واحد في لقاء الزهاب والكمار كان متعادل على ملعبه صفر صفر وكان المباراة الاولى كان كسبان اتنين واحد واستهام في انتظار النتيجة النهائية للمباراتين كاس افراخي الناشئين مباراة تحديد المركز الثالث بوركينا فاسو ايضا كانت متقدمة على مالي اتنين واحد النتائج في الدورة الانجليزي نيو كاسل وفوز كبير وعريض على برايتون اربعة واحد في الدورة السعودي ابها والفوز على الاتفاق اتنين واحد والشباب والخسارة على ملعبه من الوحدة واحد صفر واستهام هو اللي صعد كان كسبان المطش الاولاني اتنين واحد وبالتالي كمان كسب واحد صفر خارج ملعبه وبالتالي واستهام بيصعد مازالت مباراة بازل مع فورنتينا واشبلية مع اليوفي في القسم التاني شقلبة من جديد في جدول المصابقة مفاجأة مدوية شبان انا بيفوز على لفيينة واحد صفر وبيهدي القمة للجونة اللي فاز تلاتة صفر على ملوي فاصبحت الصدارة ليب شبعة وخمسين نقطة لفيينة ستة وخمسين وبتاعدة بترول اسيوت بترول اسيوت خمسين نقطة خلاص لان المتبقي اربع مباريات الامر صعب جدا هنشوف الهدف تاني هدف شبان انا مع فريق لفيينة على فكرة عندهم ملعب كويس شبان انا بالمناسبة يعني ده الهدف الوحيد اللي سجله شبان انا ويخلى في المركز ال11 في موقف مطمئن كثيرا جدا يعني المينيا مع المدينة المنورة بكرة والفيوم مع كيمة اسوان نتاك كلها اسمان تأسيوت خسر من المقصة تعادل مع المقصة 2-2 تريفونت بن السوف تعادل مع الألمونيوم 1-1 شبان انا فاز على لفيينة 1-0 وطومية فاز على بترول اسيوت 1-0 الجونة 3-0 على ملاوي والنصر التعدين 3-1 على فريق ديروت ده كل ما يخص القسبتين ده الملعب قدامكم الجونة مع ملاوي ملعب الجونة هو ملعب الجونة بجماله وبحلوته حاجة جميلة جدا بصراحة فرقة لديها كل الإمكانيات تعرضت لسوق حظ غير عادي ولكنه بتعود من جديد للقمة وعندهم الحياة بصراحة نظام يعني بعد خنائة مصعد عوض وأحمد سالم صافي الماتش اللي فات على طول كانت قرار بالاستغناء عن الاثنين خلاص انتهى لأنه ضيعوا الفرقة في الثواني الأخيرة بعدما كانوا كسبلين 1-0 وخسروا نقطتين بالتعادل واحد واحد وكانوا ضيعوا ضربتين جزاء وتعادلوا واحد واحد مع فريق نادي المينيا اللي في موقف صعب المينيا في المركز الثامن في جدول المصابقة ودي خدمة خمس نجوم بنعملها لكل أربع أهداف برضو ملعب هايل ملعب أسمان تقسوت من الملعب الهايلة لما طلعه دوري ممتاز الملعب كان بالشكل ده وظل على رونقه وبرقه في مجموعة بحري كفر الشيخ بيفوز على سبورتينج 2-1 وبروكسي بيفوز على المصري بالسلوم 2-1 الصدارة الآن لطنطة كل الصدارات يا جماعة فرق نقطة يعني طنطة 48 أبو إير 47 بلدية المحلة 46 دي كرن 46 جمريت شمين 45 يعني كل الصدارات فرق نقطة يا جماعة في مجموعة القاهرة زد فرق نقطة على السكة الحديد بصراحة يعني حاجة أكتر من رائعة وأكتر من ممتازة هذه المنافسة ولما تبقى سوى أربع مباريات فقط لغير على نهاية الدوري الساخن جدا دوري القسم التاني على فكرة فيه مواهب كتيرة جدا في القسم التاني ورائعة وكتير جدا من اللاعبين اللي ظهروا في القسم التاني دلوقتي بقوم نجوم في الدوري الممتاز أشبلية بسجل هدف التاني في الشباك اليوفي في الوقت الإضافي الأول تصبح النتيجة 2-1 وما زلنا ننتظر النتيجة النهائية نهاردة كان عندنا مباراة وحيدة في الدوري الممتاز جمعت ما بين الزمالك وأسوان معروف أنه أسوان كان قد فاز على الزمالك في الدور الأول بهدفين مقابل هدف في مباراة ترجمة نانسي قنقر